ننتقل معكم الآن لتحليل أبرز ما جاء في الأسواق وينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ سمير رؤوف محل الأسواق المال أهلا بكم سيد سمير أهلا بحضرتك بستاذ المشاهدين يا فاندم أهلا بحضرتك يا فاندم يعني أبدأ مع حضرتك بالمؤشر الرئيسي للبرصة المصرية الذي يواصل التراجعات الحادة ما أسباب هذه التراجعات غير المبررة في نظر الكاثرين وأيضا ما هي رؤية حضرتك لتجاه المؤشر طبعا احنا بعد موضوع الرص حكمة طبعا دخل فلوس كتير جدا في الموالمة العامة الدولة والبنك المركدي وبالتالي احنا حلنا ألمسوا الدولار المفروض أن احنا كنا متعارين التسعير اللي كان موجود كان متعر على 70 جنيه للدولار تعريبا في السوق السوداء لما حصل عملية التعويم ابتدى ينخفض ل50 جنيه هو أطبح متاح في البنوك المركدية والبنك المركدي بيعمل عطاءات للمستوردين والناس تقدر تحصل على الدولار وبتدى كمان يفتح المعاملات اللي كمانية هنا وقت التسعير لما تم التغيير من 70 جنيه ل50 جنيه مرة أخرى وابتدى السعر يستقر وابتدى ينزل فابتدى التسعير للأصول تلجع تعود مرة أخرى لعملية الاستقرار والارتفاع اللي حصل ده كان غير مبرر أصلا يعني هو كان بيسعر على دولار غير موجود في السوق ومش موجود في سعر الأصول وبالتالي عادت تقييم السوق مرة أخرى من جانب المؤسسات المالية وبالتالي هنا هو ابتدى المؤشر ينخفض بشكل حاد مرة واحدة وابتدى ان احنا نشوف احنا بدنا 3 أو 4 أيام خلاص واخدت الدخم بتاعه في أول يومين انه يطلع ويعني انه في صفقة والدنيا هتتحل والمشاكل بتاعت انها تتحل المنهجية بتاعت الدولار وبالتالي عام مشاكل التسعير الأخرى ابتدت في الاقتصاد انها تصعر الأصول مرة أخرى وبالتالي ما بقاش فيه عام أصبحش انه فيه لزوم لعملية الصعوب بشكل الغير مبرر اللي كان حصل فيه عملية المداربات الشديدة جدا ده بالنسبة ليجي ايبس 30 وبالنسبة كمان يعني سعر التجار الدولي اللي كانت المشكلة اللي كانت حاطة انهم مش عاكمين يحصل دولار وبيروحوا على التجار الدولي وبيزبادلوا من بورسة لندن ده كله ابتدى يختفق فابتدى حتى التسعير يبقى بموادي للسعر اللي هو الرسمي نهاردة في بورسة لندن التجاري بدولار 80 يعني ما يوادي 90 جنيه هو النهاردة ب88 جنيه على الشاشة في البورسة المصري نعم ننتقل الى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسوق مصر والذي تراجع اليوم ايضا ما تحلل حضرتك لأداء المؤشر السبعين الى جيكس الثلاثين نقطة هو ضغط الى جيكس الثلاثين ضغط على الأسهم فالناس تترى تبيع تبيع التبعين كمان بنفس المنهجية وده غلط لان نازل تبص على أسهمها في التبعين انا شايف ان السبعين الأسهم اتبت ان هي تجمع مرة اخرى وحصل الفانيك مرة على السبعين وتأثيره كان اضعف من التلاتين يعني التلاتين نازل حوالي 5% ونازل حوالي 1600 نقطة النهاردة السبعين نازل حوالي 230-240 نقطة دول ما يشكله حوالي 3% و4% يعني بشكل اقل من التلاتين وهنا انها برضو ترجع تبص هتيجي تلاقي نفسها بتخسر فلوس لو هو بيبيع في العشوائية وفي البنك واحنا بننصح محدش ببيع في البنك وبننصح برضو ان محدش في الصعود ياخد عملية كريدت لان الكريدت برضو بمسمياتها بقى لي رفع المالية والمارجن ده كله ده بيخسر وبيعمل عملية تحميل على المحفظة بشكل مباشر انا شايف ان الفترة اللي جاية فرص التبعين افضل التبعين عنده يعني هي استقرار عند عملية 6500 نقطة تقريبا 6600 نقطة يبتري ينطلق منها مرة اخرى ويبتري احنا كنا نكن مع حضراتكم تقولنا على السبعين لما كان ده 2000 نقطة قلنا انه يروح من 6000 ل 8000 نقطة واحنا النهاردة بنتكلم في 6000 7000 نقطة تقريبا احنا لسه عندنا انطلاقة تكملة من 10-12000 نقطة كمان على مستوى المؤشر الصغير لانه ياخد نفس المنهجية بتاعت التلاتين في سنة 2000 لما ابتدى المؤشر في 30 سنة 2000 فاحنا بنبص على نفس المؤشرات ده ياخد نفس المنهجية ونفسها من ايه تصعوب ده هنا لازم الناس تبتدي تتفكر فيه الاسهم اللي هي ما طلعبش الاسهم الرجلة والقطاعات كمان المهمة في القطاعات المهمة اللي هي تقدر انها تكسب منها بشكل مباشر وما تكونش مدربات بشكل عميد وما تكونش استثمار بشكل طويلة الاجل نعم ننتقل لتحليل ابرد ما جاء في اسواق المال الاماراتية التي شادت ارتفاعات جماعية ابدأ مع حضرتك المشاهدين من سوق ابو ظبي المالي الذي ارتفع اليوم ما تحليل حضرتك الاداء انا شاف ان سوق ابو ظبي عنده 9000 و204 نقطة لو كان انخفض سيروح لمستويات اقل هو حافظ على هذا المستوى يبدأ يرجع يرد تاني يبدأ في المعاشر 9000 و309400 انا شاف ان اختراف المعاشر لي 90050 نقطة تحديدا سيبدو انطالف مرة اخرى 9000 و1900 وده تبقى نقطة قوية لتخطي العاشرة للاشرة في اخر سنة ممكن على آخر سنة في العشر تلاف عشر تلاف ومتين نقطة وده بسبب يعني ليه أسباب تصير جدا في عملية المنهجية يمكن حتى السوق مسوق أبو ظبي بات سوق دبي كمان بيتكلم في نفس الأسباب يعني هو عندهم نفس الأسباب المنهجية قطعة العقاري بشكل كبير توزيعات الأرباح الطروحات الأولية ده بالنسبة للحاجات الداخلية أو السوق الجزء الداخل الجزء الخارجي تقييمات المؤسسات الدولية ونشاط السوق يعني تجزئة ونهارده يعني موجز بتدي تصنيف إيجابي للمصارف والبعيد التصنيف للقطاع المصرفي بشكل كبير ارتباطه بعملية النفط وارتفاع النفط ببرده بيأثر وبدخل سيولة كبيرة وقانون الأصدر أو بيتعامل حالياً لوقت على الأصول الرقمية ده يدخل برضه سيولة بشكل كبير في الحرية المالية في التعامل في الأصول الرقمية نعم ننتقل لسوق دبي والذي ارتفع اليوم أيضاً ماتح للحضرتك الفني لأداء المؤشر المؤشر يمكن هو عنده 4250 نقطة احنا أعطاك أنه لسه قدامه عمليات صعود احنا شايف أنه فيه عنده 4700 نقطة قبل شعار ستة اللي جاي وانطلاقه يوصلنا ل5000 نقطة على آخر السنة إن شاء الله نعم وضحت النقطة بشكر حضرتك ساسا ميرا وفمحل الأسواق المال لمشاركتوا معنا اليوم اشتركوا في القناة